تجهيز الهجن من قبل الملاك في الصباح الباكر قبيل انطلاق السباق مشهد يتكرر عند كل مشاركة هذا ما شهده ميدان ثمريت حيث ختام المهرجان السنوي لسباقات الهجن الاهلية التاسع عشر في محطته الرابعة بمحافظة ظفار تضمن اليوم الختامي للسباق إقامة خمسة أشواط وسط مشاركة واسعة من قبل مضميري الهجن للتنافس على المراكز الأولى في كل شوط يومنا مشاركين من محافظات والولايات السلطنة ومسابقين ويزهم الله خير وتعرف انتهى المهرجان ذي يتليمون فيه من محافظات والولايات وسباق الهجانة السلطنية ونشكر الجميع الحاضرين منهم على تفاعلهم وعلى جهودهم المهرجان يستفيدون منها أهل الحلال سوا في مزاينة سوا في حلب سوا في ركل والمهرجان ذي السبوع اللي مر علينا من أفضل الأسبوع اللي نشوفهم يعني من أفضل الأيام فيه تس يعني من الصباح والناس مزحومين فيه فيه ريس فيه حلب فيه مركال لهالي كل يعني يعتبرون مرتاحين منه المهرجان دي في شوط الحقائق بكار جاءت شواهين لحاتم بن سعيد الكثيري في المركز الأول أما شوط الحقائق قعدان فجاء شاهين لملهي بن علي الكثيري في المركز الأول بينما في فئة اللقاية بكار فجاءت أثير لمسلم بن بخيد جداد الكثيري في المركز الأول أما القعدان فجاء حشيم لأحمد بن عبدالله الجنيبي في المركز الأول وفي آخر الأشواط السباق الذي خصصها للإذاع فجاءت توزيع لمسلم بن بخيد جداد الكثيري في المركز الأول اليوم الحمد لله في الشوط الأول قينا المركز الثاني حقائق وفي الشوط القعدان حقائق قينا على المركز الثاني والثالث وفي شوط اللقاية بكار حصلنا على المركز الأول والثاني وفي شوط اللقاية قعدان حصلنا على المركز الثاني والثالث وفي شوط الختام شوط الإذاع حصلنا على المركز الأول حصلت على توزيع السباق التنافسي كان آخر مسابقات المهرجان السنوية التاسع عشر لسباقات الهجن الأهلية بولاية ثمريت لتكون المحطة القادمة من هذا المهرجان في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة سالم بن محمد زعبنوت ولاية ثمريت محافظة ضفار